اهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الجولة الاخبارية ونتجه مباشرة لتعطية خاصة للمؤتمر الصحفي للنائب العام في وقالة السوداء للأنباء مباشرة ننتقل إلى هناك من اللجنة العلية المشربة على التحقيقات حول الأحداث الأخيرة لدي شهادة البلاد من ولاية الخرطوم وولايات السودان المختلفة تلقى اليوم النائب العام تغرير الدوري من اللجنة العلية للمتابعة والإشراف على تحقيقات الأحداث الأخيرة لدي شهادة البلاد من ولاية الخرطوم وولايات السودان المختلفة في البداية تلقينا تغرير من رئيس القطاع العام للنيابة محلية الخرطوم بالأحداث التي شاهدتها مؤخرا خلال الأسبوع المنصرم حيث نتج عن هذه الأحداث في قطاع الخرطوم محلية الخرطوم عدد ثلاثة وفيات في أحداث ما يعرف بمنطقة بري لي حدثت يوم الخميس 17 يناير وكان المتوفيين في أحداث بري المرحوم بابكر عبد الحميد والمرحوم معاوية جحفر والمرحوم الفادي عمر موزع ثلاثة متوفيين خلال الأسبوع المنصرم في أحداث محلية الخرطوم في منطقة بري وتوفي متأثرا بإصابته المرحوم حسن محمد عمر الذي يصيب بتاريخ 13-12-2018 بمنطقة السوق العربي فبالتالي منطقة الخرطوم محلية الخرطوم خلال الأسبوع المنصرم حسب تغرير النيابة العامة بمحلية الخرطوم أن هناك أربع حالات وفاة اتخذ الجميع الإجراءات القانونية حيال هذه الإجراءات ابتداء من تنفيذ توجيهات النيابة العامة بتولي النيابة العامة التحقيقات في كل هذه الوفيات تم تحويل هذه الوفيات إلى المشرحة تم استيلام تغارير الطب الشرعي تم استجواب الطبيب الشرعي سبب كل حالة على حدة من هذه التغارير هناك بعض الحالات التشريح وجد في جسد المرحوم بقايا مغزوف أو شزايا مغزوف تم التحفص عليها وتحريزها ويحالتها للمعامل الجنائية فيما يتعلق بالمرحوم بابكر عبد الحميد تم استيلام تغرير الطبيب الشرعي واستجيب حول الإصابة وتم استخراج ثلاثة شزايا من المتقل مغزوف بواسط الطبيب الشرعي وتم يحالتها للمعامل الجنائية وبالأمس استلمنا التغرير الأولي من خبير أول الأسلحة والآسار الميكناكية من المعامل الجنائية وسوف يتم استجواب الخبير حول تفاصيل هذا المغزوف والشرايح التي وجدت داخل جصة المرحوم بابكر عبد الحميد ومن ثم وجه النايب العام بيتم استجواب خبير من سلاح الأسلحة والزخيرة حول نتيجة المعامل الجنائية والهذا المغزوف كما تم النيابة في إطار سعيها لتماصل التحقيقات لمعرفة الحقائق حول هذه الحقائق تم استجواب الأطباء الذين قاموا باستقبال المصابين في أحداث ما عندما تبري بمستشفى الرويال كير تم التواصل مع مستشفى الرويال كير لأخذ إفادات الطباء الذين قاموا بإزعاف المصابين أو المتوفيين الذين وصلوا في حالة وفاء أو وصلوا في حالة حياة وتطورت الإصابة إلى الوفاء وتم استجواب المدير الطبي في مستشفى الرويال كير حول عدد المصابين الذين دخلوا المستشفى في يوم 17-12 أحداث بر الخميس الماضي وسوف تقوم النيابة باستلام تغرير طبي مكتوب من المدير الطبي من المستشفى الرويال كير عن كل الحالات التي دخلت تم إزعافها والوضع الطبي بتاعها والحالة الطبية يفترض أن نستلموا الليلة لكن في مرحلة الترجمة والاطباعة من المستشفى سنستلموا خلال المطلحة إن شاء الله فبالتالي النيابة في إطار تحقيقاتها وسعيها للوصول لهذه توصلت إلى الأطباء الذين قاموا بالإزعاف توصلت إلى التغارير الطبي توصلت إلى ذلك فيما يتعلق بالاستجوابات التحقيقات نتيجة للمناشدة التي أطلقتها النيابة العامة في البيانة السابق بتاريخ عشر واحد إنه أي مواطن عنده معلومات تفيد التحقيقات النيابة العامة والتحريات يأتي إلى النيابة العامة في كافة مكاتبها سوى كان برأسة النيابة أو بكل مكاتب الولاية ونتيجة لهذه المناشدة تلقت النيابة العامة ثلاثة شهود أدلوا بإفاداتهم حول واقعة وفاة المرحوم معاوية جحفر أحد المتوفيين في منطقة بوري أحدهم من زوي المرحوم والباقي من جيرانه كانوا موجودين لحظة الحدث تم تقديم إفاداتهم والنيابة أخذت هذه الإفادات مطبقة مبدأ حماية المبلغين والشهود وفقا للقانون وفقا للقواعد الدولية في العدالة الجنائية تم أخذ هذه الإفادات والناشد مرة أخرى أي مواطن عند أي معلومات حول الوقاية الوفاة والإصابات أو التالة فليس عرض الأحداثة النيابة تطلب منه ينجي إذلي بإفادة حتى نتمكن نتعاون في الوصول الحقيقة لأنه سوف يتم استجوابه في المحضر باتخاص قافة الإجراءات والقواعد المعروفة فيما يعرف بحماية المبلغين والشهود بعد ذلك قدم رئيس النيابة العامة قطاع أمدرومان تغريره لمعالي النيابة العام حول الأحداث التي شهدتها منطقة أمدرومان خلال الأسبوع المنصرم في البيانة الفات كنا أن أمدرومان كان فيها ثلاثة وفيات اللي هم المرحوم محمد الفاتح مصطفى والمرحوم صالح عبدالوهاق صالح والمرحوم حزيفة محمد عثمان ونأكد للمؤتمر نحن الآن في انتظار هذا المؤتمر تلقيت النيابة معلومة الآن بحدوث وفاة في منطقة أمدرومان للمرحوم عبدالعظيم أبو بكر عمر تلقينا هذا المعلومة نحن الآن في الطريقة لهذا المؤتمر بأن الآن منطقة أمدرومان حدثت وفاة للمواطن عبدالعظيم أبو بكر عمر 24 سنة الآن النيابة طوالة تحركت إلى موقع الحدث وتم أخذ المرحوم إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات الغانونية لكن المعلومة جاءتني أنه حصلت إصابة حصلت وفاة الآن لكن النيابة الآن هي في المشرح عشان تورينا التغرير الطب الشريعي عن الحالة وتغرير طبق التخاذ الإجراءات الغانونية بنفس المنهج الذي اتبعته النيابة في كافة الوفيات التي حصلت في ورادة الخرطوم فبالتالي أمدرومان ستكون عندنا فيها أربع حالة وفاة ثلاثة من الأسبوع المنصرب اليوم الآن قبل ما نحضر هذا الاجتماع ونصف ساعة تلقينا هذه المعلومة من رئيس القطاع ياسر أحمد محمد أمدرومان بأنه الآن حالة إصابة أدت إلى وفاة المواطن عبدالعظيم أبو بكر عمر النيابة العام تلقى تغارير من الولايات كلها التي شهدت أحداث من ولايات السودان المختلفة حسب ما هو معروف وأكدت تغارير الولايات بأن الولايات كل الأحداث التي حصلت فيها الأحداث السابقة التي هي متعلقة بتاريخ 2021-2012 ولاية الجبارف شهدت الأحداث المؤخرة التي حدثت في تاريخ 2021-2012 بعدد وفيات 9 وعدد 54 بلاث تلف إلى أنه حتى تاريخ اليوم من 2012-2012 إلى اليوم الخميس 24 يناير يعني مغاير بالشهر لم تدون النيابة العامة بولايات القطاع في أي بلاغات في الأرواح أو التلف أو الحريك تلقت بعض البلاغات لتجمهورات غير مشروعة هنا وهناك تعاملت معها وفقا للقانون باستكتاب المتهمين تعهدات بإطلاق صراحهم بالضمانة ولكن منذ الأحداث الأولى بولاية الجبارف في 2012 إلى اليوم لم تتلقى النيابة العامة ولجانة تحقيق أي بلاغات عن وفاء أو تلف أو حرق ولاية النيل الأبيض منذ أحداث الجمعة 21-12 بحدثت فيها 3 وفيات و14 بلاغ تلف في منطقة جزيرابة وإلى اليوم 24 يناير بعد شهر لم تتلقى النيابة العامة بولاية النيل الأبيض أي بلاغات في الأرواح أو في التلف أو الحرق بعض البلاغات التجمهور غير المشروع تم التعامل معها باستكتاب المتهمين تعهدات وحسن السير وعادة المشاركة وطم يطلق صراحهم فورا لكن لم تتلقى أي بلاغات بتاعة حالة وفاء أو التلف أو التخريب منذ 21 ولاية نهر النيل شهدت أحداث بتاريخ 19-12 في مدينة عطبرة 21-12 نتج عنها 6 حالات وفاء 3 في عطبرة 2 في العبيدية و1 في الدامر ذكرناها في البيانة الأول ولكن منذ تعريخ 21-12 إلى اليوم 24 يناير لم نتلقى أي بلاغات تتعلق بحدوث وفاء أو تلف أو تخريب أو حرق إلا بعض البلاغات للتجمفرات غير المشروعة تم التعامل معها وفقا للقانون باستكتاب تعهدات أو إطلاق صراح بالضمانة فورا لكن ما في أي بلاغات تلف أو الحرق أو الوفاء الولاية الشمالية منذ أحداث الخميس 20-12 إلى اليوم 24 يناير لم تتلقى النيابة العامة ولكننا نتحقيق بالولاية الشمالية أي بلاغات تلف سوى البلاغات التي تلقتها بتاريخ 20-12 كان نتج عنها 3 وفيات و16 بلاغ تلف ده أؤكد أنه لم تتلقى من بقية ولايات السودان أي بلاغات تلف أو وفاء أو كده دمي مؤكد هدوء الأحوال نسبيا في الولايات بعدم تلقي بلاغات بوصلية للتحقيل إذا عايزين نقول إذا أن عدد المتوفيين إلى اليوم منذ بداية الأحداث في 19-12 إلى اليوم عندنا ولاية القضارف 9 متوفيين 7 توفر في الحال و2 متأسرين بإصاباتهم بيقوا 9 متوفيين ولاية نهر النيل 6 متوفيين بتاريخ 21-12 ولاية النيل الأبيض 3 متوفيين بتاريخ 21-12-5 الولاية الشمالية 3 متوفيين أمدرومان كانت 3 متوفيين في أحداث الصلاح الطبي بتاريخ 16-12 واليوم زي ما قلنا الآن قبل نص ساعة جاءتنا معلومة وفاة أحد مواطنين بمنطقة أمدرومان المواطن عبد العظيم أبو بكر عمر أصبح أمدرومان أربعة الخرطوم عندنا فيه أربعة ثلاثة في أحداث بري اللي هو يوم 17-12-3 متوفيين واحد متوفيين بإصابته فبالتالي عدد المتوفيين حتى من بداية الأحداث في تاريخ 19-11 من 20-12 إلى اليوم 24 عدد 29 حالة وفاة كل هذه الحالات تولت النيابة في التحقيقات بحالة الجسمان إلى المشرحة بتشريح هذه الجسس لمعرفة أسباب الوفاة كل هذه الحالات الـ 29 تتولى النيابة العامة في التحقيقات بالناشط إذا كان في أي شخص أو أي جهة أو أي أن كان عنده أي معلومات عن حالات وفاة دون 29 حالة تلقت النيابة بوامر تشريح بدخول المشارح بمصابين في مستشفيات تمت الوفاة نتيجة للإصابات ولم يدخل المستشفيات أكثر من هذا العدد أن يفودوا النيابة في مكاتب بالرئاسة النيابة وبكل مكاتبنا في الولايات بهذه المعلومة ونكرر المناشدة التي أطلقناها للمواطنين جميعا تحت مبدأ حماية المبلغين والشهود النيابة اللي لقت استجاب الآن في حداث بر عندنا ثلاثة شهود تم استجوابهم واحد من زوية المنحوم واثنين في الولاية الشمالية تلقينا إفادة بتاع الشاهد في ولاية النير الأبي تلقينا إثنين شهود الآن النيابة تقيم في هذه الإفادات على ضوى البيانات الموجودة في كل حالة ووجه النيابة العام في قتام الاجتماع لروساء النيابات العام والتحقيقات باستعجال التحقيقات والتحريات وإنه ترفع تغارير دورية لللجنة العليا من مختلف ولايات السودان كما وجه بالاستماع لمزيد من الشهود والبحث عن المعلومات مزيد من الشهود الذين شاهدوا الواقع شاهدوا أي إفادة تعلق بهذه الوقائع سواء كان في بلاغات الوفاء الـ 29 أو في بلاغات التلف والحرق أو في طلابهم شهد ناشد بأنه يتيم الاستماع لأكبر عدد من الشهود وناشد معالي النيابة العامة المواطنين بالإطلاع بالمعلومات والبينات للنيابة في الرئاسة أو في مكاتب النيابات العامة المنتشرة على كل محليات السودان مع اتزام النيابة التام بمبدأ حماية المبلغين والشهود في هذه الإفادات كما يتم المناشدة ما ذكرنا في بلاغات حانا نتلقى تغرير طبي ومستشفر الكرع عن المصابين الذين دخلوا وخرجوا ولم يتم إبلاق النيابة عنهم وفي عدد من المصابين موجودين في رايل كير النيابة وصلتهم وتم أخذ أغوالهم في واحد من المصابين رفض يحطاه معلومات النيابة طريقته على سنه هو يحاول بعد مهنة لكن الآن حنتلقى تغرير عن كل المصابين حنتلقى الأطباء القاموا بإزعاف المصابين في مستشفر رايل كير هناك مصابين أيضا في الخرطوم كانوا في مستشفى في ضيل هناك مستشفى آسي في بعض المصابين حنتلقى تغرير طبية من المستشفى على هذه وبرضو بالناشد أي طبيب تلقى إزعافية حالة وخرجت يدون معلومات عشان نقدر نصرهم وبالناشد المصابين أنه يدون يرجع أراني الثمانية عشان يدوا إفاداتهم للنيابة حول هذا الصبر حتى نتمكن من الوصول للحقاية الكاملة حول هذا في الختاب نحنا شكرين لكم الحضور والنيابة بتناشد تاني وبتقول لي أولياء الدم تزع وعشرين وللمضررين في بلاغات التلف أنه النيابة جاهزة للتعامل معهم بصفة أصيلة أو عن طريق محاملهم فيما تعلق بالحقوق الخاصة يساعد النيابة في الوصول للتحقيقات يساعد النيابة في كل تحقيقاتنا نحن مفتوحة وبشفافية تامة أي محامي بمثل الحق الخاص لأولياء الدم أي محامي بمثل الحق الخاص في بلاغات التلف النيابة تفتح مكادبة للتعاون معنا في التحقيقات والتحريات والمعلومات التي لدينا في النيابة تساعدنا للوصول لجنا شكرا جزيلا تبعنا مشاهدين الكرام نقل مباشر لكلمة سيد عامر محمد إبراهيم رئيس اللجنة العليا للإشراف على تحقيقات الأحداث من وكالة سودان للأنباء والذي عرض فيه آخر التطورات الجنائية فيما يتعلق بهذا الملف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر